موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم الى حلقة جديدة سادة الى كارم من الثامن عبر قناة رشيد الفضائي ونتابع فيها موسيقى مجلس النواب يستانف جلسة وسبت المقبل وانتقادات شعبية لخلو جلسة البرلمان للتصويت على بقية الوزارات الحكومية موسيقى التخطيط النيابية تتهم شخصيات سياسية فاسدة ببيع المطانع الانتاجية العراقية موسيقى وفي ثامنة ايضا نواب المدن المنكوبة كيف سيكون موقفهم من ارقام الموازنة الخاصة بمحافظاتهم موسيقى اهلا بكم سارة كرام مرة اخرى ارحب بضيفي الكريم الدكتور هيثم الجبوري الرئيس كتلة كفاءات النيابية ضيفا كريما مرحبا دكتور اهلا مرحبا وايضا من المفترض ان ينضمعنا تباعا اتأخر علينا استاذ عبد الرحمن لويز الناب السابق ننتظر ان شاء الله مجيئة اذا وصل استاذ هيثم حياك الله شرفتنا مرة اخرى مجلس النواب السنف جلسته بعد قراءة بعض القوانين وفتحها لكن دائما المواطن يسأل انتقادات واضحة ماكو في اي جلسة اللي يتصويت على الكابين المتبقية يبدو الخلاف جدا جدا واصل الى مراحل متقدمة بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة انا اتوقع بانه قضية التصويت على بقية الكابين الوزارية راح تكون بعد العطاة التشريعية مع المجلس النواب والله لانه لحد الان قضية الدفاع والداخلية لم تحل بشكل نهائي ايضا مشكلة على قضية وزارة العدل ايضا ما انحلت يعني منتظرين الاتفاق الكردي على شخصية مستقلة طيب وقضية وزيرة التربية لحد الان يعني ما سمعنا بشكل صريح عن موافقة سيد عادل عبد المهدي عن استقالتها اللي علنت عنها طيب بالتالي هاي اربع وزارات يعني هاي سيدة دار حاليا من الوكالة يعني ماش امورها فبالتالي احنا نريد نظم من التوافق احتيق الطرح الكابينة هسه مع يعني النية بإقرار الموازنة قد يعطى المجلس النواب الحقيقة موازنة مهمة لانه تتعلق بمصالح الناس طيب وبعد الموازنة ستكتمل الحكومة ان شاء الله طيب ايش وقت العطلة والله بإقرار الموازنة يعني نقرأنا الموازنة يوم 25 و 26 ان شاء الله راح نتمتع بالعطلة التشريعية مباشرة 30 يوم 30 يوم 30 يوم يعني نقدر نقول اكثر من شهر يعني يرجع التصويت على تشكيلة الحكومية المتبقية يعني أنا حسب المعلومات اللي عندي بانه بعض العطلة التشريعية سيكتمل ان شاء الله كل زين الدكتور خلينا نبقى بمتطلعك كبير في الشأن السياسي موضوع العدل والداخلية الداخلية مبدأين بعد الثيار لحد الان لعب نعم ماكو بديل لحد الان ماكو ممتاز الدفاع دكتور لحد هاللحظة ايضا رقم واحد دكتور سليم الجمهور ورقم اثنين هو شامر ركابي شامر دراجي عفوا شامر الدراجي بالضبط بالضبط اي زين العدل العدل حسب اللي لحد الان ترشحنا بانه رزقار امين طيب اللي كان القاضي السابق اها ماكو تغيير لا 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 ماكو تغيير هاللأ اسماء ثلاثة جيد موضوعة التربية دكتور يعني هي صار عليها تصويت طيب لكن صار عليه لغة امني بانتماءها وشقيقها وكذا موقف سيد عادل عبد المهدي غامض جدا حتى الان هي ما أدت لي من الدستورية لا ما أدت زين شون وين متوقف الموضوع يم كوم يم عادل عبد المهدي يم القضاء خليني خليني احتشفت قضية تفضل تفضل المفاجأة الكبيرة بانه شخص يرشح يسر وزير مهم وهو ما يعرفون شنو كانت الاتزاماته وشنو كانت اتصالاته طيب اتصالاته وعن وضعه فكيف بانه شخص يعني يرشح الى وزير طيب زين هذا الخيار اللي كان اكو بحبوحه بي يعني تدري ما ما صاره من الي ثلاثين يوم طيب هذا رجعنا بانه الخيارات اللي كانت خلال ثلاثين يوم واللي ما كان اكو بحبوحه من الوقت شون كانت لعد مهم يعني واللي لحد الان حقيقة هيئة المسالة والعدالة وهيئة النزاهة طيب ما جاوبت على كتب مجلس النواب حتى نعرف يا وزير مشمول بالنزاهة و يا وزير مشمول مسالة وعدالة طيب فبالتالي يعني اكثر مكتب او اعلى مكتب لسلطة التنفيذية يتم اختياره بهالشكل العشوائي والفوضوي حقيقة هذا ينطيك ملاحظات سلبية و نظرة تشاؤمية كبيرة حقيقة على الموضوع زين اي لانه وين بعد بس اسمح الخلل وين الخلل بالجه التي رشحت وزيارة التربية ام الخلل برئيس الوزراء ام الخلل بانه ما حد دققها وين هيا حين الكتلة السياسية رشحت ازيان اذا قد تكون تدري ما تدري ما أعرف تتوقع يدرون هي تدافع عن نفسها ازيان ما معقولة يعني واحد يجيبها من الشارع ترشحها غير المفروض تعرفها تعرف فصلة تعرف فصلة طيب يعني عند انتماء لهذه الكتلة قريب من شخص من هذه الكتلة وما يجب من الشارع يعني لازم يعرفوه اي فبالتالي هاي عملية ترشيح ايضا كانت المفروض مكتب رئيس وزراء يتحمل المسؤولية التنين الفحص والتشيك والتدقيق يلا اي اي اما حقيقة بهذا الشكل العشوائي تم الاختيار وترشيح هذا الاسم الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه هذه هم مشكلة مشكلة نعم ممتاز دكتور فيما يخص قضية اهذا احنا يعني وزيرة التربية عبرت مثل ما يقول لكن وين وصل موضوع وزارة الاتصالات ووزارة الشباب اللي عليهم ربما بعض الملاحظات شلو الموضوع وهم دا اقول لك هيئة المسالة والعدالة اذا ما مجاوبة لحد الان فهذه مشكلة كبيرة باحتبار يعني احنا صارنا اكثر من اربعة شهر تقريبا اما اذا يعني اذا ما اذا جاوبت جيد اي فهذه مشكلة حقيقة اه يعني اذا جاوبت فشنو الجواب زين يعني حسب اللي طلع ببعض الاسترساقات على انه بعض مشمول باجراءات هيئة المسالة العدالة اه ليش انضم ليش الله يعني هل انضم حتى الوزير يبقى تحت المطرقة يعني حتى بقالة ابتزاز يا وزير اذا ما تسوي فلان قضية وذا ما تتخذ فلان اجراء احنا هذه ورقتك جاهزة بس نقدمها البرلمان نطلعك مثلا ممكن او ممكن لا يعني هيئة المسالة العدالة هم كون تدافع نفسها هي تسمعني هي وهيئة النزاهة كون تطلع تقول احنا جاوبنا لانه حتى لا تتهم هي ايضا بالتستر على بعض الاسماء واخذ ثمن ذلك يعني هم المفهول تتحدث بصراحة للشعب العراقي ممكن حتى تطلع من خارطة الانتهام حتى احنا بعدين نعرف نحصرها هاي المعلومات وين اختفت اختفت المجلس النواب اختفت المكتب رئيس وزراء اختفت عد هيئة النزاهة اختفت المسالة والعدالة جيد دكتور خيرا ندخلوا في قضية عملكم كالوجان مالية ده نسمع قلت لك احنا حقيقة احنا قد نكون ممفردين كقناتنا رشيد استاذ هايثم مشكورين حضرتك وبقية النواب لتعاونكم معنا في طرح الارقام وفي طرح ما يخفى للشعب العراقي وللرأي العام شكرا مرة اخرى استاذ هايثم وشكرا للجان المالية تحديدا عدنا سلسلة حلقات ومستمرين بيكشف كل الارقام اللي هدرت على مدى السنوات الماضية وين رايحين اول شي الاموال وشنو اللي كشفتوا اخر شي وتخطيط النيابية من ضمن العناوين الحلقة تقولك اكو شخصيات فاسدة هي متامة بميع المصانع على سبيل المثال كاقتصاد وكمصانع وين هذا الملف فضلا على الارقام اللي كشفتوا يعني انفداء ان اكو ارقام ارادلها دراسة زين وقسم من الارقام حقيقة لا يعني وبس يشوفها المفاجئة شوفها خيبة امل كبيرة جدا زين انت تعرف وزارة الكهرباء مثلا زين مجموع ما تم صرفه على هذه الوزارة من سنة 2005 لحد الان يتجاوزه في 75 مليار دولار زين هذا الرقم منطقيا المفروض يجيبنا على اقل تقدير 75 ألف ميجا واط بينما كل الموجود هو 15 أو 16 ألف ميجا يعني 20% فقط تحول الى كهرباء و80% وراح هدر هدر سوء تخطيط هدر مشاريع غير مكتملة هدر يعني فساد كثير وقالي قلت للوزير الكهرباء خلال لقاء البارحة وياه مع كادر متقدم من وزارته قلت لحنا نحس بخيبة امل كبيرة قلت لحنا حتى ما نصدقكم بعد من تحشون يعني معقولة هاي المؤسسة صرفنا علي هاي المبالغ اللي وصال في الربحة القطاع الخاص كان هسل الكهرباء 24 ساعة موجودة في البلد بسيئ فاحنا نطناكم ياها وتردون بعد من عندنا هذا السنة يردون من عندنا تقريبا 10 تريليون فهاي المبالغ بدنا نبطيها بدنا ننتظر النتيجة اليوم الصناعة الزراعة المزاج العام للمواطن العراقي كل يرتبط بالكهرباء بدون كهرباء ماكو حياة حقيقة فبالتالي قال آني راح يكون اختلاف عندي هاي السنة قلت لاب احنا استمعنا قبلك وزراء واحد قال راح أصدر بسنة 2012 وبعدين هو الصدر طيب بعدين اتجا وراهم واحد قال يا برح نبيع للأردن الكهرباء الزايدة والله كيفنا دكتور وتذكر اي طبعا فبالتالي هسا المواطن بعد ما يصدق بعد ما تعبوا عليهم لا بيه ولا بوزير ولا بأي شخص زين وصل لكهرباء وخلي نعم بيه 24 ساعة واطلع وقل سويت مصعب المدرس المتحدث في لقاء سابق مع لقاء سابق أنا متلفز قال لي استاذ احمد موضوع السيطرة على الكهرباء من ضمن الأمور المبوبة يقول لانا شو نطيق كهرباء وطنية إذا أكو هيمنة واضحة لشخصيات كبار على هيمنة المولدات الأهلية ولذلك يقول لك هذا فوق 13-15 ألف مولد أهلية في العاصمة بغداد ومناطقها يقول لك هذا قد يكون باب من أبواب الفساد من يقدر نسيطر يقول لك نشيله مننا يرجحه مننا هاي من ضمن الهيمن استاذ هذا التصريح مع احترامي الدكتور هو صديق عزيز مثل التصريح هذا السلي عندك بأنه لجنة يقول باقة المصانع يريسولف لو يكمل لو يسكتل بمعنى يعني لو تطلع تسولف نقول يا با المصانع باقة فلان وفلان ويا مصنع بالأسمة احنا الريتي أما المصانع قد سرقت يا وين هالمصانع بالعراق حتى سرقت يا وين أكو مصانع كم مصنع حسد يصير يعني وده تمشي الأمور فأنت بلجة الاقتصاد والاستثمار إذا كان نائب وإذا كانت لجنة أطلع أقول يا با المتنفذين فلان وفلان وفلان باقوا المصنع فلان وفلان وفلان أما هذه مثل هاي شيسموها اللعبة هاي من الحروف كلمات المتقاطعة شون أجمعها هاي شو طلع من عندها خبر يعني مثل اليوم أكو هم أحد النواب هم طالع يقول يا با احنا نطالب اللجنة المالية بعدم المساس بالرواتف هو منه ما سرات منه مدن للراتب شيري دي تطل الشعاب بأنه أنا كلش خايف على الموظفين أه واللجنة المالية مو خايفة على الموظفين مثلا أو نسوي له بلبلة بأنه أنا شدوا له وسام قضية كلها تشذب ما موجودة أصلا زي أنت تطلع السولف وتقول والله نرجو عدم المساس بالموظف هو منه ماسهم منه مدنيلهم منه سولف في الموضوع أبدا أبدا لو مثلي مثلا يعني أنا قضية مثلا عقود الكهرباء تبنيتها من زمان منجبناها وتبنيناها مع أخواننا في اللجنة المالية والحمد لله حصلنا موافقات تثبيت واللجنة المالية كلها متعاونة بهذا الاتجاه أتفاجئ بأنه واحد يقول دكتور هيثم واقف ضد تثبيت عقود الكهرباء من اللي يقول ما تدري منه هو يقول له منه ما تدري منه وأنتو ثبتتوهم يعني حاولتوا تحصلون حد الله حصلنا لو جراء اليومين تحولوا إلى عقود لو الملاك ذاك قرار مجل الوزراء بس العقود مع الوزارة الكهرباء كلهم راح يتحولون إن شاء الله إلى ملاك دا بعد اصدار الموازنة بعد اصدار الموازنة ممتاز أي ف مرات تطلع هذه القصص الكثيرة زين قصص ما بيها ما بيها معنى لا بيها طعوم لا بيها زين 15 مولدة يعني بربك يا نائب يا وزير شغل عمل ما عندي يحطنا مولدة ما لبيوت مثلا يعني يعني مصلت بينا له المرحلة بالتالي من يحاسب من الدكتور هيثم على سبيل المثال أي إذا هي مثل مثل الزنجير غير واحد يجيب للأق مثلا مثلا يعني لا أقول ماشي أنت يعني الشخص اللي يتحدث مسؤول زين وني طلع يقول يا بأأكو 15 ألف مولدة أكو بعض المتنفذين مصيدنين عليها من وذول المتنفذين مكافحنا نحكي بالألغاز لو أن يمتلك الشجاعة نسولف ممتاز لو ما ينثير شبهات والناس بدت حتى ما تصدق بديننا ما تصدق حتى بصلاتنا بعد لا تصدق بحلفاننا أنا هسه إذا أتعار كوي شيطان من الشعب يقول خطيها الشيطان قاعد وهي ثم الجمهور تشوف أصبطنا وصلت هالمرحلة وكلها من هالتعليقات هذه اللي مالها معنا الدكتور سالفة الالفين وداعش عندما دخل التحركات كانت هناك داعش تحدثنا بيها وجنابك يعني قضية هذا اللغط إيش قد المفروض ندفع وإيش قد شان ما خسرنا أكثر من مليا شونا القصة بالضبط أنا مرات أقول المشكلة بالعراق مو مشكلة مال دائما نحشيها المشكلة مشكلة إدارة المال يعني أنت مرات شخص ما عنده عقل مزيح خلي لك بجيبة ميتة اللي بدينار يروح ما يعلم شي يسوي يجوز يجيب شكليات تسعين الليب يجيب للمدري شنو عشر تالاف ويجيك فارغ بس جايب شغلة ما بيها حظ ما بيهن فايدة مرات لا واحد يجوز ميتة لي فيروح تسوي للمشروع يصر المليون وراء سنة سنتين احنا مشكلتنا بالعراق إدارة المال يعني أنا مثلا ومكان ما أجي أصرف مثلا في 30 35 تريليون على العسكرة وعى التسليح يجوز أصرف لتريليون واحد أبني بيها إنسان بثقافة ضد التطرف وضد داعش وضد غير شي بمعنى بمعنى الوقاية خير من العلاج أو مرات أروح أجيب لي منظومة إسلاح 50 مليار دولار جزء أقدر أحلها منظومة استخباراتية ب10 ملايين دولار اللي صار بهذا الوقف رب لك مثال هسنا دخلنا بحرب داعش خسرنا ماليا بالـ 100 مليار دولار المناطق المدمرة تحتاج 100 مليار دولار هاي 200 مليار دولار خسرنا عشرات الآلاف من الشهداء كل قطرة الدم من عتم تسوالها مئات المليارات من الدولارات هذه كلها خسرناها لأنه ما عندنا منظومة استخباراتية صحيحة والدليل أحد الأخوة المسؤولين جدا في أحد الوزارات المهمة البارحة كان قاعد ويانا مزين قال أنا بالـ 2011 قدمت طلب لرئيس الوزراء قلت ليابا نحتاج 10 ملايين دولار لأنه عندنا أخبار أنه داعش بلا يتسلل للحدود السورية العراقية رئيس الوزراء رئيس الوزراء سيد المالي كيكا وإذا لم نعالج هذا الموضوع وإذا ما نخل المتطوعين من هذه المناطق يطوعون في صفوف الأجهزة الأمنية قد يصير أكو اختراق من قبل داعش يقول السيد رئيس الوزراء وافق مباشرة على صرف المبلغ اللي هو 10 مليون دولار طوع الجماعة وخلاص وخلاص يقول كتابنا وكتابكم ما نزلت الفلوس بحسابنا غير قبل دخول داعش في ثلاثة شهر في 2014 أكثر من ثلاث سنوات ثلاث سنوات 10 مليون دولار اللي هي بعض الوزراء وبعض المؤسسات يسوونها ضيافة مال سنة مهم يقول والله استلمناها بعد ما لها قيمة ما لها حق يسوه شيء سيطروا الجماعة يقول عليهم تصادفة انتخابات وكذا وضع 2014 يقول دخلت داعش يقول داعش اللي دخله 400 واحد يقول احنا لهم طوعين ألف شخص من هاي المناطق ومقاعدينهم على الحدود ما كانوا تجاوزوا ذولا الـ 400 وسقطونا ثلاث محافظات مثلا أنا ردوصل بأنه في بعض الأحيان يعادة توجيه الأموال مهم جدا احنا مثلا نحن ستسوينا ايه وين نلقى مكانات نقدر نشيل ملعتها أموال نعيدها نوديها مكان ثاني مثلا يعني مثلا نجينا خذنا احنا البنك المركزي مقرض الحكومة 20 تريليون فالحكومة لازم نسدد كل سنة تريليون قلنا له ما بأجلو هالمرة اهه والله سما طاير البنك المركزي البنك المركزي هنا هم مويلاتنا هم فلوس الشعب وهي فلوس الشعب اثنيا اخذنا 750 مليار من وزارة النفط مبارحان قعدت تفاوض توي وزير النفط والكادر المتقدم ويا اخواني من الاجنوانية زين قدرنا نطلع لنا تريليون من وزارة الدفاع والداخلية ذهن الزايدات خشلناهم طلعنا لنا مليار ومئتين بس عم مكبوس خالق ساذا لا 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 بشكل قاني ممتاز يعني وفق مخطط طبعا ممتاز لا بس عم مكبوس خالق أه أبدا بموافقة الوزراء كل زين وبدراسة علمية مجان مكتصين طبعا هناك بعض الأرقام مكتصين شيتات وجداول وحاسبات وأكسلات ودنيا كل زين لأنه بس عمك و بس خالق يدامر البلد مبالله انت مرات تجي تقص لك قصة تقص العظم كتلة لكن قصة تكسر بعيدة من هذا تريليون لأن جمعنا تقريبا أربعة تريليون أربعة تريليون زين أي مع سيد رئيس المجلس صار أكو اتفاق أول واللجنة المالية ألف مليار راح تروح بناء مدارس راح نبني إن شاء الله ألف مدرسة في هذه السنة بإذن الله هل نعتبرها بشارة بشارة إن شاء الله اشقيتش كم مدرسة باستئلهم 1 تريليون ها قدام احنا مخليينها ومتفقين عليها إن شاء الله ألف مليار هذه بإذن الله راح تروح إلى صندوق لبناء ألف مدرسة في كل المحافظات لكل ممتاز لكل المحافظات لكل المحافظات كل الزين ها أول شي الموازنة اللي إجتنا كانت بالبداية تريليون واحد لكل المحافظات خدمات خدمات احتراضنا سووهن 2 تريليون ممتاز هالسحلة هم زيدناهم بعد تريليون ها زيدتهم ثلاثة تريليون راح تروح خدمات للمحافظات مشاريع المتوقفة جسر المتوقف في المدرسة الما كاملة المستشفى الما كاملة كلها راح ترجع تنبني إن شاء الله ممتاز هش ممتاز بعد السوين اليوم طبعا هذا حقيقة هذا المقترح من رئيس مجلس النواب وإحنا يدنا أيضا راح نخصص 300 مليار 20 مليار لكل محافظة هذي خارج التخصيصات هاي زيادة فوق الفلوس من التخصيصاتهم وفوق الفلوس يحصلوه راح نمدينهم 20 مليار للأجهزة الطبية والمستوصفات الصحية كلها ممتاز روح هاي عم 20 مليار روح اشتري أجهزة رديو بعد ما كانت اشقد أجهزة مفرس هاي فوق هاي نظافي بالضبط بعد ما اشقد هي المفروض هوايت تقريبا تطلع 25-30 مليار وفوقها هن ذني ذني فوق التخصيصات ما له العلاقة بالتخصيصات ما الموازنة ازين هذه إضافية ازين عدنا تقريبا 200 مليار راح نمديهم للموارد المائية 200 مليار عدنا طبعا هاي الاستصلاح الأراضي شيحة المياه حتى ما ترجع قضية مشكلة البصرة ايضا ايه عدنا سد بادوش ايضا نريد نكمله راح نستفاد من عدنا قضيتين هم لخزن المي وهم يصير عدنا يعني انتاج طاقة كهربائية 500 ميجا تقريبا نقدر نحصل من هذا السد نزين فأكو ايضا تبطين جداول عدنا نزين في بعض المناطق الفرات الأوسط عدنا عدنا مي السماو راح نوصل لهم مي ان شاء الله يعني عدهم مشروع كبير 60 كيلو متر راح نوصل لهم مي حلو ممتاز من المناطق الأقل من لوحات زين هذه وبعد عدنا يعني نية كبيرة ان شاء الله نوجه يعني اكو بعض المستشفىات بها نقص اكو بعض الطرق المهمة رايز نعيدها الممتاز اي نعم زين دكتور ايضا صار لأمانة بغداد تخصيصات اضافية حتى بغداد الصير ان شاء الله اجمل ممتاز دكتور بالله عليك هسألك انتظر ما تزعل من عندي الله يحبه دكتور هيثم جبت المليارات وخليتني يم كذا محافظة يم كذا مسؤول يم كذا شركة وهو اليوم اكو ابواب صرف كانت سابقا ما شبتش انا كمواطن عراقي اطلع متجول نصعد كيه ونجي كيه مرات والله وكيلك بس نشوف الناس تبجي نشوف اكو بنايات لم تكتمل واخرى مكتملة بس على المفتاح زين شنو الضمان وشنو المعيار انه الفلوس راح تروح وتبوب لأشخاص مهنيين اولا تأمل بالمحافظ بعض المجلس احنا ما شاء الله محافظات العراقية عدد الشمالي اقليم كردوسان يومية محافظ يومية هوسة يومية تبديل الفلوسي انا راح اضيع في ظل الاجواء سياسية مختلفة في ظل الاجواء فاسدة هو هذي هذي ونتجات تقول لي هذي هذي مناسبة هاي ماكو فلوس وصار الطلايب بنصير فلوس والله والديك هاي المشكلة شنو الضمان دكتور حبيبي صالح سؤال الناس كل اللي تحكيه صحيح وكل اللي تحكيه انا بالنسبة لي هيثام الجبوري مصدر قلق كبير جدا وانا قلت لرئيس المجلس وقلت للجنة قلت لهم هاي الأموال اشقدت عبنا حتى نلملمها ونوديها نعيد توجيهها لكن خايف خايف منه يصير فساد يصيبها يعني مثلا ساد أحمد واحدة من الأشياء المهمة جدا الفساد مرات وين يصير مو مباشر مرات يصير بالكلفة التخمينية يعني مثلا مثلا مدرسة مع الصف خوش هس عم حساب عرب كل صف مليون خلنا نقول مثلا دكتوراه بالهندسة زين لا عمك الصف 10 ملايين خوش خوش تكلف أكثر من 10 ملايين جيب لك خلفة تسموه مهندس وخبير زين اصدع الصف في 10 ملايين 120 مليون مو 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 120 ثلاث صفوف إدارة ومجموحة ينصحية هاي خمسة هاي خمسين مليون بعد هاي 170 مليون مو زين وروح السياج وحبشكلات سالفت الكذل بالنص هاي 300 مليون هاي 300 مليون زين ليش تبحاني مليار وربع ليش قالي ذاك اليوم أحتي لك عن تجربة شخصية زين مدرسة مدينتي مدينة الشومة اللي في الحلة في محافظة بابل زين رحت قالولي يا أبا هاي المدرسة واصلة نسبة 82% في الكتور هيثم انت ابن المنطقة حرق جيبك كم لناها يا أبا خش على حسابي تبشروا يا أبا إن شاء الله باللي أقدر لك الجيه الثاني قلت لها المدرسة بيش محالة اي قال لهم مليار وثمانمية زين المتبقش قادي الـ 18% حسبته يطلع تقريب 330 مليون يحتاج لها على حساب مالتهم الكلفة على التخميني اي اي شو ملينا جيب 330 قل له زين خلنا بلش جيبت واحد من ربعي قلت لعمة تعال شوفي شو محتاجة هي كم صف بها ألف صف 24 صف مهم من جيت كملت المدرسة وسلمتها مفتاح سويت احتفالية افتتاح اصرفت 37 مليون دينار فقط مدرسة اي والله لا ممكن كملتها احرف هي واصلة 82% زين المفروض على حساب الكلف يحتاج لها 330 قال لكملتها ب37 معناها شقد مضروبها المدرسة في عشرة لذلك كان دائما لقولهم يا وزارة التخطيط ابو يا قصة حتى هاي المدارس وقلت له هساني كنت يم رئيس المجلس قبل ما اجيكم قال لابا نسوينا تصميم واحد ومبلغ محدود ونقول لها عم تعال هاي المدرسة تضع الصف ب500 مليون تجي تشتغل اهلا وسهلا ما تشتغل نحيلها الى شركة كبيرة وهي تجي تعقضين كلهم حتى ما تشرف فلوسنا يعني باو حس هاي الالف تريليون اذا كل مدرسة مليار يمشي هسا يعود ما يخالفة كيف بالقطار بس العالم وين عبرتنا قطارات شنو شكلها قلت له لكن انا من يمشي القطار والمواطن يشوفها شي يقول والله عم ما كو دولة كو قطار يمشي قلت له اليوم مشكلتنا اعادة الثقة لمواطن بالحكومة بالدولة اليوم الناس ما عدتها ثقة قلنا نسول في التلفزيون ما تصدق بينا حتى هسا هاي الوادي موان مواصح تشتلي اي بس الجوزة كناعز قاعدة في باري وين كأنك في قلبي روح روح بالجيوب موان شسمها هو واضح والي كان انت جبت لذلك كل مرة رين المارس احنا كنواب اذا صدق عنا مخافة الله كنواب كون المارس كل سلطتنا على مجلس المحافظة والمحافظة النائب مو صاحب قرار به بس يقدر يمارس دوره يروح شوفوا الاموال انصرفت واحنا هم كاليجنمال يقلنا لهم لأخوان يحتاج ورا ما نصرفها الاموال ورا ستة شهر نطلبوا الوزارات تعالوا السويتوا المحافظات السويتوا يطينا وصولاتكم السويتوا كشوفات كون المارس دورنا الرقابي حقيقي ممتاز محد ما عندنا فلوس زايد انتشرها استاذ احمد ما عندنا احنا فلوسنا هي هايذا نقاياتنا ما عندنا غير هنا نفطات نبيحة راتب وذن ممتاز استاذ هيثم يعني الناس قد تفرح بقضية المدارس وغير يقول لك أنا حتى لو تبني مدرسة الكادر التعليمي اللي عندك هو ممرتب يعني حتى اكو فضائين وصلت الى مسألة المدرسين مجتمعك زادت به ربما بعض الامور الخنوثة ما خنوثة حقيقة يعني المجتمع بحاجة الى امور زين انت شون تبني لي مدارس تقول لي والله درجات وظيفية اغسروا لديكم يا العراقين كل شي ماكو ماكو درجات وظيفية محلته هال مشكلة مشكلة التعينات بلد بتدمر ماليا والناس تسمعك أستاذ عين شوف أستاذ أحمد يعني حقيقة وبأمانة كبيرة احنا همكون يعني يصير الثقافة عند الناس بعض يعني الناس لا تبقى تحاسب بس الوزير وتحاسب بس النائب خلي الناس تحاسب نفسها اي موظف بالدولة ونفسها هماتين انا فاليوم جاني مدرس اي عزيز اخونا مع مجموعة من المدرسين فبنده يحكي شاب ومندفع قالت النواب وفساد وعدكم وعدكم كذا وعدنا قلت له صحيح خلي على صفحة دانس أليك سؤال انت شتشتر قال المدرس لباس ساعة الدوم الصبح قال بالتسعة لو باس ساعة تطلع قال 11 11 ونص تزين هو دوامك الرسمي منين لمنين قال من الثمانين الوحدة قلت له إذن انت بالأعزائتين هاي وحدة وياك اتنين دا شا الدرس قال رياضيات قلت له تاخذ خصوصي قالها اي قلت له نفس طلابك قال قسم مرات تزين بالخصوص تدرس مثل ما تعب روحك قال لها بالخصوص غير أكثر تفخير وعد الروحك على عد البي بالتالي نحتاج إلى توعية اليوم نشوف طب لظه ضريبة وقاعد النواب وزرائب وقول موظفي تروح للقمر موظفي تروح للمرور موظفي تروح أي شيء موظفي والمشكلة الرأس سمينه مالتهم يا عمي استاذ ما يخانف ما جبت الرأس زبيته يلا الراس الراس فاسد على العين على رأس أستاذ أحمد عمي بس ما يخانف خلي خلي حتى ثقافة المجتمع مرات احنا نقعد بعض المكانات دواوية شي قول وجوز تسامحها مرات هن يقعدون يقول والله ذاكا بي حظ ما صار له سنتين بالوظيفة سيارة وبيئة والله العظيم وهذا ابن نعار صار له عشرين سنة ما يقدر يجيب له بيت طوه فسامحة لو ما سامحة أكو ثقافة صارت الفاسد يكرم والشريف يهان الشريف يطلعه ما يفتهم يبعو ودروح منه شمن عندك صار لك عشرين سنة ما دبرت لك قطعة أرض ما يقول عمي هذا الشريف ما يقدر يشتري قطعة هذا ما صار لسنة بالوظيفة تشوف سيارتين ببابه مو هذه كون احنا رجال الدين رجال الدين مرات يطلعون حتى بعض بعضهم بالمنابر أهنا وخوانا ما كون ينقلون بعض الأشياء بس وزير نائب نائب وزير هسا احنا قام ما كون اللي يروح يشتمنا بالطريق اللي يريد يشتمنا بالطريق يابعو يحكو على الوظيفة بشكل عام يحكو على الموظف أنا فاليوم قبل ما أصير نائب رحت عندي مالإضافة بطاقة تموينية خليس معني الشعب أنا كنت أستاذ ببقتها بجامعة الكوفة و بجامعة بابل أنا بجامعة بابل بس أحاضر بالكوفة فأجيها تلابس لي تيشيرت و منطرون عادي جيها تمين قالوا لابن الشباج أنا أكثر قضية تزعجني بأنه يقولون للمواطنين من الشباج شنو من الشباج ليش زين راح منه رجيت من الشباج طبعا ساعة بثمعش إلا ربع بعاتي السلام عليكم مارد عليه السلام الموظف ايش باوع له ايش باوع تروحي زين ما شبيه هيتم نائب هيتم نائب أستاذ بس هاي باشر تعال أستاذ بثمعش بعد وقت باشر تعال أقل لك أنا محترم تروحي قلت خاف حصل لحشاية رحت ثاني يوم عندي محاضرات بجامعة الكوفة بالعشرة ونصف الصبح محاضرتي فبثمانة ونصف صالني لأب سقاط ورماط وشائل الجنطة دبلوماسية أستاذ جامع بعد قتالي قبل ما أروح للكوفة خل أمر من المعاملة للمعاملة فهم رحت من الشباج نفسه الموظف اللي مع البارحة والله هم لقيتها دار وشها مدية السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا فضل أستاذ ليش من الشباج من الباب من الباب من الباب عنهم رحت من الباب على نفسه صويح بالبارحة وغيره نفسه أستاذ عندي هاي المعاملة قالي طب ما طب ما طب دقيقتين ما كملت طال يا أخذت قلت لي خلصت قال خلصت أستاذ هاي شون أستاذ أنا أشكرك احترمت القاط ما احترمت قلت لي قلت لي واحترمت الجنطة قلت رأي جنطة بيها خاول وبيها صمونة قلت لي أنه روحناك جوع عندي صباح بيها محاضرات ثلاث أربع أوراق بس بيها خاول وصمونة ما أخذين هناك بمعنى ناس تباع حتى المؤسسات لأن هذا الموظف ما يخلي الله بينعمل هاي هذا نائب وزير شين اللي علاقة بالنائب ووزير يقول يا با احترموا الناس لذاتهم رسول الكريم صلى الله عليه وآله وآله يقول يا با الابتسامة بوجه أخيك صدق صدق قالت حداك طب لك هسا الدائرة يقول السلام عليكم ومو أحد يرد عليك السلام مجروها ناس ما لك كاتل أبو ومجايب لك معامل علي فالثقافة كلها يرادلها يتعاج إلى ثقافة كلها طيب دكتور هذا الموضوع أيضا يأخذنا إلى قضية المدن المنكوبة دكتور هل من تخصيصات هل كم مليار اللي تحدث عنه يشمل تشمل كل المحافظات طيب لكن خصوصية تلبونا التحتية المنازل المدمرة الجثث المتبقية في إيمان الموصل المخيمات المتراكمة هذا الموضوع هل شيئت يا أبو الهجرة تعال يا عمي شنو وضعك أنت شنو فيلمك تفضل دكتور يعني أولا جئت بالله إلى هنا هناك صندوق اسمه صندوق المناطق المحررة ممتاز هذا بهبات بتبرعات بقروب بتخصيصات موازنة زين هذا يذهب فقط للمناطق المحررة بس بس هذا كانوا مخصصي لإضافي طبعا هو بيما بالغ مخصصي لإضافي ماذا بيما بالغ دكتور لو ما عندك علم يعني احنا أول سنة خصصنا لخمسمية العام أول عام العام يمكننا خصصنا لخمسمية مليار زين تدري وكو بيقروض وكوهبات ممتاز السنة همرز دولة مية إضافية احنا سوناها المتين وخمسين هسا مزيدناها زين فأنت تدري يعني إذا هاي المتين وخمسين وتنمية الأقالية مزودناها كان الصفر العام والعام صفر مزيد هسا سوناها ثلاثة آلاف مليار يعني زادت مزيد هذه هم راح تروح مزيد تجي عشرين مليار عشرين مليار هم مال للصحة يقدر يستخدمها يعمر بها مستشفياته يجي بعض الأجهزة المفقودة المدارس هم مشمولة مدارس هم مثل تجي ألفين مدرسة مثلا هو هم ممتاز يقدر مثلا عن نسبة والتناسب مثلا الموصل نسبتها أهدعش بالمية اه وشكت تجيها من الألفين ممتاز وعشرين مدرسة تخيل يعني وفا شي سهل اقول ذني راح يحركن الوضع إن شاء الله كله زيان اي فيما يخص موضوعة المناطق إقليم كردستان نسبتها الثمع عشر صارت والأربعة عشر وشنو سالفت الربع مليون برمية الربع مئة ألف برمية شنو الموضوع وين نفط الإقليم ديروه لأنه وشار عبدالله قبل كم يوم قال نفط يهرب اي صحيح صحيح اي طبعا صحيح شنو صحيح اي طبعا يهرب يهرب إقليم كردستان من سنة ألفين واثنعاش زيان إلى الآن لم تسلم الحكومة الاتحادية ولا برمية نفط واحد بالمقابل الحكومة الاتحادية لم تسلم إقليم كردستان من موازنتها ولا درهم واحد يعني حتى موحد يقول خاف احنا سونا يعني إجراء عقوبة أنا تدري نائم هذه الدورة الثالثة قلنا في حالة عدم التزام القليم بتسليم حصته من النفط فعلى الحكومة قطع جميع الحصة والحكومة نفذت نفذت بس من طاح بيها خطيئة طاحوا بيها أبناء الشعب الكرد المساكين الموظفين الكسد لا ذيش الحكومة تنطيهم ولا هاي الحكومة تنطيهم وهس احنا هسر ينوصل إلى حل دعا دعا شو بوس عمك بوس خالك هالزيارات يرهون الجماعة والمواطن يباو المسكين المواطن الكردي أحسن لذلك احنا هسر نفكر باللجنة المالية على أقل خطيئة نخصص لهم رواتبهم نحاول نلقانها في التخريجة نطلع رزق الناس من هالحسبة ما معقولة يعني ابن سليمانية صار لثلاث سنوات أربع سنوات ما مستلم راتب وابن أربيل نفس الشي وابن تهوك نفس الشي وهو موظف يشتغل بس مدى يحصل شي فإحنا نحاول نلقف هذا شي يضمن حق الشعب العراقي كله ويراعي الظروف الإنسانية لهؤلاء أيضا كل زين داخل الشعب زين احنا رسميا المسجل على أن وقليم كردستان يجب أن يسلم 250 ألف برميل يوميا إلى حكومة اتحادية تصدر عن طريق سهمه مفروض يوميا مفروض يوميا اللي جدي يصير هما ما دي يسلمون ولا برميل صفر يسلمون هما بالحقيقة دي صدرون خارج البلد دي بيعون 480 ألف برميل باليوم شكل يومي أي وكل لدي يروح إراداتهم وإلهم ما دين طول الحكومة الاتحادية ولا دينار لا نفط ولا ضريبة ولا القمارق ولا رسل ويوصل شيء من عدها كلنا دولة يعني منعزلة تماما نحن قلنا لهم يابا سلمونا 250 ألف ونسلمكم كل موازنتكم ماكو ماكو استجابة أبدا ماكو استجابة متعمدة عدم الاستجابة طبعا متعمدة موقف سياسي نحن منتظرين طبعا جماعة شويانة البارحة يابا أنتو تدنوا علينا خطوة ندن عليكم عشرة ستبايسر تقولاني ما ألتزم وما أنطي وما أدري شنو تعال أنطيني يعني مايصير قاعدة شون تقبل يعني خو بالاخر أنا مني راح أخذلك أخذلك من حلقة من البصرة من حلقة من الحلة من حلقة من الرمادي وأنطيك خو مايصير تا ما تقبلها زياد أنا من 2003 حد 2012 أنطيك رواتب ما كان عندك نفط أنطيك رواتبك وحستك وأدويتك وبطاقتك تمويني وكلها أنطيك ياها خو يصير منيصير بضافرة كطحين تقلب عليه تقول لي ما أطيك كل شي ما أنا الحق وإنا العدالة فلذلك نريدها لا ضرر ولا ضرر لا أريد نأثر على حياة الناس المساكين خطيئة ذولة بالإقليم ولا أريد في نفس الوقت أيضا نأثر على وضع شعبنا في المحافظات الأخرى ممتاز دكتور حقيقة الكلام جميل جدا وياك على الكوارث الذي نسمعها انطيتنا بعض البشارات الناس تغسلينها من التعين أكو حذف واستحداث صح ما أكو بعد ما أكو نية مثلا تدخلون استثمار أكو فتقانون الشرع جديد مع وزارة التخطيط بقية الوزارات الناس ميتجوع يعني أولا تدري صاد أحمد أنت من تجي تبني لك 2000 مدرسة تبني لك حركة عمل أكيد كذا هذا كلها تتحرك العالم ترى أغلب الناس كانت تشتغل بشركات قطعة خاص بس من توقف العمل صار ثلاثة سنوات أربعة سنوات كلها بطلت هذه ترجع المهندس يلقى له وظيفة وذاك يلقى له شغلة والعامل يحصل كذا اثنين هذا أبو معمل طابق يشتغل أبو معمل سمنت يشتغل ذاك ذاك ينقل صار أكو حركة اثنين احنا أكو مادة 14 انطينا صلاحية للوزارات ولمحافظات بالانفتاح بالكامل على الاستثمار أي شي تقدر تستثمر استثمر أي شي دخل فلوس المحافظة سوي فأحنا يعني انطينا سماح كبير اثنيا أيضا عقود الكهرباء راح نثبتهم دا نفكر بأنه بعض العقود الأخرى نسوي لهم في التخريجة معينة إن شاء الله عندك لجرال يومي نثبتها كعقود أيضا رئيس الوزراء أيضا الرجل قال بأنه على مجلس الوزراء صدر قرار أنه ذو لا يعاملون حالهم حال الموظفين بقضية التعاق ودون تقاعد وغيرها يعني الأمور بدأت تتجه بالاتجاهات بها تفاعل أنت متفاعل دكتور أنت بنفس الوقت صريح طوقها بالجو حقيقة أنا شوف متفاعل دكتور صحية صحية أنا يعني أكو أكو خيبة أمل عندي وقلق عندي بس بنفس الوقت أحس بأنه بعض الأمور بدأت تتجه بالاتجاه الصحيح وخاصة حقيقة الرجل رئيس مجلس النواب هالمرأة كلش متفاهم وقريب يعني هو كتري كان رئيس الجمالية ذيش الدورة فقريب عن هذا الجامل السؤال فلا ما تتعبوا يا ما تتعبر عليها لا الحكومة هم زينة يعني بقول لك احنا مستجيبين لمجلس النواب هالمرأة هس زواج شا اسمه بوقت زواج دائم ما نعلم بس يعني باب الدفاع عادة تسليح والداخل يعدهم تسليح والحاشد انه عادة تسليح والمفروض غير باب التسليح هو واحد ذكر لياها ايضا امس لا وترى لجى التسليح لجى التسليح واحدة وحسب ما فهمت من الاخوان اللي حاوروا الدفاع والداخلية من أعضاء اللجنة المالية انه حتى الاسلحة اللي تشتيها وزارة الداخلية تيجي عن طريق لجنة التسليح الرئيسية حاسب الجديد اي اي نعم ما تجي تشوحاته كل واحد يروح يشتغلوا بكيفه كله زين اي نعم الحسابات الختامية شنو فيلمها الحسابات الختامية اي اخر سنة وصلتنا 2013 اخر شيء اخر شيء ايه 2014 وقفة وعدها لانه تعرف 2014 ماكو موازنة زين فما يعرفون شون يسوي الحسابات الختامية اما 15-16-17-18-18 نحن دي لا يمتصنوا باك وراحن كلهن نحن براحن وميزانية اذا سانع زين الموازنة هي عبارة عن ارقام تقديرية زين للمستقبل الميزانية او ما تسمى بحسابات الختامية نفس التسمية زين زين الحسابات الحقيقية يعني مثلا انا انا شا اقول لك اي اقول لك يا ابا راح اسعر الوقود على 56 دولار مثلا انا شا احكي عليها من على المستقبل زين بنهايت السنة مال 2019 اقول لك بعت الوقود ب 62 وربع ليش لانه تبعت تحكي عن حقيقة اما هذا اش تحكي تحكي عن امل فالحسابات الختامية مجرد تثبت لك الحقائق في مكانها فقط اي بس هي فعلا يعني حسابات الختامية ضرورية حتى تعرف اش قدر صيدك الافتتاحي عندك آلية صرف صحيحة تعويضات الموظفين راحة المكانات لان قلت لك هذا تحكي عن ارقام حقيقية مو تحكي عن ارقام تقديرية ممتاز في سؤال اخير امس كان معي عباس روط النائب بالامن والدفاع قال تسجل السيارة ب 12 مليون هي مفروض ب 12 تسجل ب 37 مليون شو عندك ماذا ذا من السؤال في دكتور ريد يا سيارة سيارات يقول للداخلية ميسيو بوشي هو غير نائب شنو شغله طرح ليها ما معناه يقول اكو عقود فساد وصلت الى مراحل عقود شراء السيارات خلي يكشفها باللجنة المالية حتى نوقفها كل لزيارة يقول اكو حتى توجه نيابي لتخفيض الموازنات الوزارات الامنية احسر 12 تسجل في 37 حشي لو اكو وثائق موجود يقول عدي وثائق خلي جيبنا الوثائق سيدنا جيبنا الوثائق قيمنا ونحن نتولى عنك كذلك وبخدمتك شكرا جزيلا دكتور ريد بارك الله بيك شكرا لحضرتك استاذ عبد الرحمن الويزي ايضا ناب السابق للأسف ما ايجانه ولأسباب ما اعرف والله بلغوني شنو الأسباب ما موجودة الأسباب العتبوية والكرسي فارغ شكرا جزيلا سادتي الكرام شوفكم ان شاء الله سبوع الله شكرا دكتور حياة الله نورك